فقدت مملكة البحرين أحد رجالتها البررة وأبنائها المخلصين برحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشب بن عبدالله الخليفة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع في العديد من المجالات محليا وخارجيا وعربيا شملت رياضة والفن والأدب والشعر والإعلام تمشي لكم عيني لو أدري شرخانين بس يا أعز الناس هرم الشعر والرياضة الأديب والقريب من الجميع الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة في ذمة الله بعد رحلة مضيئة ومشرقة في خدمة مملكة البحرين في كل الميادين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة من مواليد المحرق عام 1939 درس بمدرسة الهداية الخليفية بالمحرق والمدرسة الثانوية بالمنامة والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وتخرج منها عام 1963 عمل قاضيا في محاكم البحرين فور تخرجه وحتى العام 1968 ثم انتقل إلى الحرس الوطني كمستشار قانوني فنائبا للقائد العام لقوة دفاع البحرين ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام 1976 ثم عين وكيلا لوزارة الإعلام منذ العام 1976 وحتى العام 1988 تقلد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة منصب رئيس المؤسسة العامة لشباب والرياضة في العام 1988 بدرجة وزير وكان رئيسا لنادي البحرين الرياضي بالمحرق لعدة سنوات ثم رئيسا فخريا كما تولى رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ العام 1973 وعين رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية وكان عضوا في لجنة التحكيم الدولية باللجنة الأولمبية البحرينية كما كان المغفور له بإذن الله تعالى شيخ عيسى بن راشد آل خليفة رائدا في كتابة القصيدة الشعبية والتي كانت رافدا لنجاح الأغنية البحرينية وله مساهمات أدبية وشعرية وثقافية نال المغفور له بإذن الله تعالى عدة أوسمة وجوائز تقديرية منها وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الأولى ووسام البحرين من الدرجة الأولى وسام الدفاع الوطني من دولة الكويت الوسام الفضي من اللجنة الأولمبية الدولية ووسام التمييز الأولمبي الذهبي رحم الله فقيد البحرين وتغمده بواسع رحمته ورضوانه دائما أردد البيت اللي يقول مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها